ارتفاع رهيب تشهده أسعار الخضر والفواكه في الأسواق ارتفاع نرجعه التجار إلى الاضطرابات الجوية الأخيرة التي أدت إلى غلق الكثير من الطرقات وفي جولة قادت الشروق نيوز إلى بعض من أسواق العاصمة ووقفات على الغلاء الفاحشي للخضر والفواكه فأسعار الطماطم سجلت أرقاما قياسية لم يعهدها المواطن قط إذ تراوحت أسعارها بين 140 و180 دينار في حين قدر سعر الكيلوغرام الواحد من الخص ب150 دينار كما قدر سعر الجزر ب160 دينار للكيلوغرام الواحد أسعار الفواكه من جهتها ارتفعت إلى مستويات قياسية مقارنة بالأسابيع الماضية حيث وصل سعر الموز إلى أكثر من 600 دينار وتراوحت أسعار البرتقال بين 100 و120 دينار للكيلوغرام الواحد فيما شهدت أسعار اللحم البيضاء استقرارا بالمقارنة مع الأيام الماضية حيث قدر سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج بـ 240 دينار إذن التهاب آخر للأسعار يلهب جيوب المواطني البسيط الذي تراجعت قدرته الشرائية بشكل رهيب في زمن اسمه التقشف